كل سائر إلى الله عز وجل يتقلب بين حالين التزام عمل صالح يقربه إلى الله تعالى ومرضاته وترك عمل فاسد لا يحبه الله ولا يرضاه وحال السائر إلى الله في ذلك يشبه حال المسافر من بلد إلى آخر فالمسافر يدفعه هدفه المنشود من دراسة أو عمل إلى الانتقال من مكان إلى آخر مستصحبا في أول الطريق وآخره هدفه من رحلته والسائر إلى الله تعالى يدفعه مطلبه إلى امتثال ما أمر الله به واجتناه بما نهى عنه وهدفه من ذلك هو مرضات الله تعالى وأن يحيا بعمله الصالح حياة طيبة والمسافر يتجهز لسفره بالأسباب المادية التي هيأها الله له كالسيارة ذات المواصفات الخاصة ونحوها والسائر إلى الله تعالى يتجهز بالأسباب المعنوية التي تدفعه أثناء سيره وتحفزه على متابعته كاستحضاره الترغيب في فضل العمل أو الترهيب من فواته وعلمه بخطورة الذنب وشؤم المعصية واستشعاره الحياء من الله وحلاوة ترك الذنب وكما أن سيارة المسافر يستحيل أن تعمل دون محرك قوي مزود بالوقود والزيت فكذا السائر إلى الله تعالى يستحيل أن يتابع سيره دون قلب يتزود بمعرفة الله ومحبته ومشاهدة نعمه وآلائه وآياته وكما أن محرك السيارة يحتاج إصلاحه وتليينه وتنظيفه إلى المعدات التي تناسبه فكذلك القلب يحتاج إصلاحه وتليينه وإزالة رواسبه إلى فعل الصالحات واجتناب الموبقات ولابد في هذه الرحلة من ضبط المسار والسير عن علم وبصيرة وليكون السير في الطريق الصحيح إلا بالإخلاص والمتابعة وعلى طول الطريق وعبر جميع محطاته يجب على السائر الاستعانة بالله تعالى والتبرؤ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته والصدق في طلب العمل الصالح واجتناب العمل الفاسد وطلب العزيمة على الرشد والصبر والمجاهدة وعدم استعجال النتائج والاستعاذة بالله من العجز والكسل ولابد مع هذا كله من ضبط عامل السرعة فالإبطاء يؤخر السائر عن مطلوبه وزيادة السرعة تورد المهالك والاعتدال مقصد شرعي عظيم وكما أن المسافر قد يضل الطريق فيحتاج إلى خبير بالطريق يرشده فكذلك السائر إلى الله تعالى يحتاج إلى قائد يهديه الطريق وذلك القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان المسافر يحتاج إلى صحبة تآنسه ورفقة تعينه على مشقة سفره فصحبة السائر إلى الله تعالى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون ممن تبعهم بإحسان كل هذه الأسباب بعد توفيق الله تعالى وتسديده تجعل كل سائر إلى الله تعالى يصل إلى وجهته الصحيحة بغنيمة وسلام قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين